هل تهمة التجمهر المنصوص عليها في القانون تعاقب فئة من مرتكبيها ويستثنى آخرون سؤال يراودك عند مشاهدة لقطات من اعتقال الصحفي عدلان ملاح من بين عشرة المتجمهرين عدلان ملاح شارك في وقفة سلمية لإطلاق صراح مغني الراب بريضا ستساز أمام محكمة عبان رمضان بالعاصمة رفقة عشرة المواطنين والفنانين لكن مصالح الأمن طبقت القانون ومارست صلاحيتها فقط على الصحفي عدلان ملاح دون غيره وطبقا لما ينص عليه القانون فإن تهمة التجمهر هي جنحة عقوبتها الحبس من شهر إلى سنة ولا تتطلب فتحة حقيقات ولا حتى الحبس الاحتياطي فلماذا عدلان ملاح موقوف إلى حد الساعة وهل فعلا التجمهر هي التهمة الوحيدة الموجهة إليها أم أن خلف التجمهري العديد من القضايا كل هذه التساؤلات يجب أن توضح ويكشف عن السبب الحقيقي لاعتقال عدلان ملاح ترجمة نانسي قنقر